اشتركوا في القناة قالم من كبار العلماء وما اظن انه اكو بشهرة في علماء الشيعة قاطبة الا افراد قلائل كلش عالم مشهور ووركت الى بيت مو في غرفته اللي يستقبل فيها الناس كان في غرفة داخلية العالم كان قاعد وانا مع والدي ذهبنا الى الغرفة فيقول كنت الاحظ الغرفة واذا بي اجد قدرا في رف في هذه الغرفة قدر عليها اثار السواد اثار الفاحة اثار النار فاخذت انظر الى هذه القدر وتعجب انه هذه القدر ماذا تفعل في غرفة هذا العالم الكبير فيقول هو التفت الي وقال كأنك تتعجب من وجود هذه القدر قلت نعم وقال في الواقع هذه القدر وضعتها في هذه الغرفة لكي تذكرنا بايام طلبي للعلم انا عندما كنت طالبا للعلم قبل حوالي ثمانين عام كنت فقير الى ابعد الحدود هذه الوسائل ما كانت موجودة هذه التسهيلات ما كانت موجودة بعض العلماء نقلوا انه من الليل الى الصباح كانوا يرجفون من البرد لانه وسيلة ما كانت عدهم للتدفئ لطلب العلم لاجل طلب العلم من الليل الى الصباح كان يرجف من البرد فيضطر الى ان عند بطانية واحدة يضعها على كتفه هو يتحرك في الغرفة حتى شوية خف عنه وطأة البرد من الليل الى الصباح يتحرك في الغرفة يمشي في الغرفة لما يقدر يناق يقول جدا كنت فقير حتى لم اكن اجد ثمن الخبز خبز اكل ما كان عنه وانا عفيف النفس ما اتمكن اقول لواحد ما احب اقول لواحد فكنت في الليالي المظلمة اخرج الى سلة المهملات لاحظوا الجهاد حقيقة واجدوا فيها قشور الرقي وما اشبه ذلك اخذها وانظفها وآكلها في هذه القدر هكذا كان يعيش ولكن الله سبحانه وتعالى لاحظوا هذه المعانات هو هذا الرجل هذا الطالب اللي يعانى هذه المعانات الله جعله علما من اعلام الطائفة وقلت اذا عدنا عشر من العلماء مشهورين عند كل الشيعة هذا احدهم واظن انك كلكم سامعين باسمي او اغلبكم سامعين باسمي الان ماكو تلك المعانات ماكو تلك المشاكه واحد يخلي له برنامج فيه كل يوم نصف ساعة ساعة اكثر لفالب العلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة